ترامب كشف عن خطتي السؤال موجه لك أيضا من رمالة دكتور حنة الكشف عن خطة للسلام خلال شهر أو ثلاثة أشهر ولم يوضح معالم هذه الخطة هل في إطار ما تم الاستماع إليه الآن من خلالك ومن خلال ضيفي في غزة وفي واشنطن أننا بصدد هي نفس الصفقة صفقة القرن من خلال خطة السلام أم ربما هذه التصرحات تحمل أبعادا أخرى لا الخطة جاهزة والخطة واضحة والخطة ملموسة يعني لا أحد ينكر في ذلك واضح بأن خطة ترامب هي موجودة منها إلغاء حق العودة ده ما يتحدث الكونغرس الأمريكي عن 40 ألف لاجئ وإحنا عددنا في 31-12-2017 خمسة مليون وثمانمية وثلاثة واربين ألف وخمسمية وثمانية وعشرين لاجئ وبالتالي هذه قضية اللاجئين قرار 194 هو أعراض أن يلغيه وبالتالي هو الآن بدأ بتطبيق هذه المرحلة وخاصة بعد أن أمريكا أوقفت كل المساعدات بالنسبة للإنروا ثانيا بالنسبة لملف الكوتس أنهاء الاستيطان منتشر في كل مكان في الضفة لا تستطيعين أن تمر من مكان إلى مكان يعني لا أريد 196 كم مربع مبنخ 435 ألف دنم عليها مستوطنات 55 ألف معسكرات لحماية المستوطنات وبالتالي الملفات التي كنا في اتفاقية أسلم اتفكين عليها الآن تقريبا ألغوها الماء إسرائيل تسيطر 100% الحدود 100% قضية اللاجئين الآن يحاولون تفريغها الكوتس اعترفوا فيها وبالتالي لم يبقى شيء بالنسبة لنا كفلسطيني على أرض الواقع لهذا السبب خطة ترامب خطيرة جدا وبدأ بتطبيقها قبل الإعلان عنها وبالتالي هذه زوبعة في فنجان شهرين وثلاثة شهر كل يوم بيسمع نفس الفترة الزمنية منذ سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر